تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المديد وعيد الفطر المبارك وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي في كلمة له أمام مجلس النواب أن الاحتفالات تتعانق وتتجلى روح التآلف والمحبة في أبهى صورها على أرض الديانات والحضرات نقل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين مسلمين ومسيحيين فبالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك حيث تتعانق الاحتفالات وتتجلى روح التآلف والمحبة في أبهى صورها على أرض الديانات والحضرات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء ويمارس الوطنية في أروع صورها وبهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بخالص التهالي وأطيب الأمنيات داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والأخوة والسلام وكل عام وحضراتكم بخير